هذه أبرز العنوين الحارس المغربي يسين بونو كأس أمم إفريقيا هو التحدي الأقرب لقلوبنا وهذا الجيل يستحق أن يكون مميزا في القارة الصمراء مدارب المنتخب المغربي وليت الرقائية يفاجئ كل من أمير عدلي ونصير مزروي بهذا القرار المفاجئ بعد وصولهم إلى مدينة الكوتيفورة متابعون يعتبرون أن إقالة مدرب اتحاد طنجة تصدر أزمة ويستحضرون اعتراف رئيس النادي الشرقوي بأن إشكال الفريق المادي محدى وليس تقنية أشرف حكيمي ويونس عبد الحميدة ضمن التشكيلة الأفضل لعبين المشاركين في كالكوتيفورة أعرب ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي عن آماله في تألق رفقة العناصر الوطنية في كالصمم إفريقيا الكوتيفورة 2023 تطائن الجزاء مبلث أن الجيل الحالي يستحق أن يكون مميزا في القارة الصمراء وقال بونو في مقابلة مع الموقع الرسمي لفيفا بخصوص شعوري اتجاه الكانا هذا هو التحدي الأقرب لقلوبنا فهذا الجيل يستحق أن يكون مميزا في إفريقيا وتابع في بطولة سابقة لكالصمم إفريقيا لم نتمكن من تجاوز ذو الربع النهائي لذلك لدينا طموح أعلى ونشعر بالمسؤولية التي تدفعون لإعطاء كل ما لدينا وأردف لديهم أسباب كثيرة لترشيحنا فبالطبع بعد رحلتنا في كأس العالم يجب علينا تحقيق شيء رائع في الكانا فيما يتساوى بطولتين مميزتين وشخصيا أتمنى أن أظهر بأفضل صورة ممكنة واختما الحارس المغربية كلاعب باريس في المنتخب أريد أن أكون مثلا يتحدى به في الملاعب وأن أنقل كل طاقة لزملائي وأن أساعدهم على إعطاء كل ما لديهم من أجل الفريق لنفوز معانا في نهاية المطافة أفادت صحيفة العرب الجديدة بأن وليد الرجراجي مدارب المنتخب الوطي المغربية عقد إجتماعا مع نجمي وسود الأطلس نصير مزراوي ولعب بير ميونخ الألمانية وأمين عدلي لعب بير ليفركوز الألمانية جاء ذلك بعد وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب الوطي المغربي في مدينة سان بيدرو تستدادا للمشاركة في نهايات بطولة كالصمم إفريقيا بصاح العاج خلال الفترة ما بين 12 يناير إلى 11 فبراير ووفقا للمعطيات التي تحصل عليها الصحيفة أكدت أن الرجراجي قدم أفضل استقبال لعبي أمين عدلي الذي فقد وردته مؤخرا حيث رخص له في الحضور والمشاركة في جنازتها بمدينة مكناس وأوضحت المعلومات أن الرجراجي والفارق المنتخب الوطي المغربي قاموا بتقديم العزاء والدعم النفسي لأمين عدلي الذي يعتبر من المراحل الصعبة بالنسبة له وفي السياق المتصالة طلب الرجراجي من اللاعب أمين عدلي إجراء تدريبات فردية مع المعد البدني للمنتخب الوطي المغربي قبل المشاركة في التدريب الجماعية بينما سيواصل نصير مزراوي العمل في الصالة الرياضية حيث يتم المراقبة تقدم حالته الصحية من قبل الطبيب الخاص بالمنتخب واختشم الرجراجي اجتماعه بطلب إلى ثنائي نصير مزراوي وأمين عدلي القيام بتدريبات إضافية على الشاطئ مدينة سان بيدرو والتي تقاع على قرابات من إقامة المنتخب المغربي يأتي الهدى في إطار التحضيرات لبطولة كاسم إفريقيا التي تشهد اهتماما كبير من الزماهير المغربية التي تتوافد إلى المدينة لدعم وتشجيع وسط الأطلس في هذا الحدث الكرابي الكبير يرى المتابعون أن إقالات نادي اتحاط طنجة لمدربه عمر نجحي ورقة رمت بها إدارة النادي من أجل تصدير الأزمة التي يمر منها الفارق الأزرق خلال الموسم الحالي من البطولة الاحترافية ويعيش نادي اتحاط طنجة على وقع أزمة مالية خانقة دفعت العديد من اللاعبين إلى اللعب ورقة الإضراب من أجل استخلاص مستحقاتهم المدية ما آتر صلبا على مستوى ونتائج الفريق وفي وقت انتظر مناصر الفريق حل أزمة مالية وأعادة الأمور لكسبها صحيحة صارت إدارة النادي الأزرق عكس المتمنيات معلنة إقالة المدرب عمر نجحي مباشرة بعد نهاية شطر الدهاب واستحضر المتابعون في ردهم على إقالة تصريحات محمد شرقاوي رئيس النادي البطولة حين أكد أن إشكال فريق المادي محدة مشهيدا في الوقت نفسي بالطاقة التقني الذي يقوم بعمل جبارة على حد تعبيره وكذلك اللاعبين وصدحيتهم وقال الشرقاوي حينها لدينا طاقم تقني يقوم بعمل جبارة ونتوفر على لعبين يبدلون كل ما لديهما لكن مشكلة نادي اتحاط طنجا هو ما لمحدة سلط موقع صوفا سكور العالمي المختص في إحصائية اللاعبين الضوء على أفضل تشكيل من اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تنطلق اليوم السبت التالية عشر الجاري بالكودي فورا وفقا للموقع العالمي فإن التشكيل عرفت تواجد تنائي المغربي أشرف حكيمي المحترف في صفوف نادي بايستان جرمانا ويونس عبد الحميد قائد نادي ريمس الفرنسية ونشر موقع صوفا سكور التشكيل الميتالي لنجوم كأس أمم إفريقيا عبر حسابه بمواقع التواصل إجتماعيكس علق عليها قبل انطلاع كأس أمم إفريقيا إليكم تشكيل أفضل لعبين الأفارق الممارسين في التوريات الخمس الكبرى هذا الموسم والذين سنشاهدهم من منتخباتهم على الملعب الساحل العاج قريبان وجاء الدول المغربي أشرف حكيمي بمعدل 7.49 كرابع أفضل لعب فيما جاء عبد يونس الحميد في المركز الثامن بمعدل 7.16 كأفضل لعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة